موضوع بتاع سيارات زاوي الهمم مرة أخرى أنا يمكن اتكلمت فيه بصورة مجازة ولكن اسمحولي أحكي لحضراتكم التفاصيل بعض التفاصيل الحقيقة أنا طلبت أن يعني ننظر في العربيات اللي دخلت في الفترة اللي فاتت على مدار السنتين ونشوف فعلا هل العربيات دي راحت لزاوي الهمم ولا لا لأن هدفنا بالقانون اللي عملنا والامتيازات وحتى هذه اللحظة عايزين الامتيازات اللي تروح لأبنائنا من زاوي الهمم تروح لهم هم ولا أنا غلطان طيب طلبت أن احنا نعمل عينة تنزل وزارة المالية من خلال مصلحة الجمارك وبقية الجهات المعنية بهذا الموضوع عندهم أسماء كل المفروض اللي استفادوا على مدار السنتين من هذه المنظومة ينزلوا يشوف العربيات معاهم ولا لأ للاسف احنا أخذنا عينة بضع مئات بدون مبلغة يعني مش عايزة أقوله مش عايزة تجاوز ما بين سبعين إلى تمانين في المية أو أكثر من السيارات مش مع زاوي الهمم طب عايزين تعرفوا أكثر هم ما يعرفوش أصلاً نوع العربية اللي اتجابت باسمه طيب هل معناها أن أنا بوقف البرنامج وهلغيء؟ لا لكن بضع له دوابط محددة وواضحة هدفها الوحيد شيء واحد أن هم زاوي الهمم فعلاً هو اللي يستفيد طب هو مش هيستفيد أو يعني هيحصل تجاوز لن أسمح به اللي بيتعمل النهاردة أنا وجهت أن يبقى فيه لجان هتنزل على كل السيارات اللي دخلت على مدار السنتين عربية عربية وحرجح الدولة العربية دي دخلت عشان أبناءنا من زاوي الهمم طب تبين أن حد تاني خدها حيدفع بغرامات اللي محدوطة في القانون كل المبالغ اللي كان المفروض الدولة تاخدها كحق أنا بس بأكد على هذا الموضوع اللي احنا بنعمله دلوقتي بنضع ضوابط محددة كل هدفنا أن العربية فعلاً تروح للعاية الأساس اللي القانون ده كل وضع له واللي احنا كلنا حرسين كل الحرس أن هو ياخد هذه الميزة في ضوء طبعاً أن هم من أبنائنا من زاوي الهمم أنا بس حابب أن أقولها لحضراتكم لأن هذا الملف ملف يعني مهم جداً احنا حرسين على أن أبنائنا من زاوي الهمم ياخدوا حقوقهم في هذا المجال ولكن أيضاً ما يحصلش تجاوز باللي حصل في خلال الفترة الماضية